اشتركوا في القناة وقال لقد ساعدنا كثيرا الحكم النرويجية في هذه المباراة وخاصة في طرد اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني في منتصف الشوط الاول وكان المنتخب الجزائري في هذا التوقيت ندا قويا للمنتخب السويدي وشكل خطورة كبيرة على مرمانا واعتقد ان الحكم كان قاسيا على المنتخب الجزائري بطرد اللاعب رامي بن سبعيني وخصوصا ان هذه المباراة ودية واعتقد ان رامي بن سبعيني كان يستحق البطاقة الصفراء فقط اما ركلة الجزائي فاني تفاجأت ان الحكم احتسبها فانا قلت لنفسي كيف لهذا الحكم ان يحتسب مثل هذه الركلة ولكن نحن سعداء جدا باحتسابها لانها كانت سببا في فوز المنتخب السويدي بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الجزائري والكل يعلم ان المنتخب الجزائري من اقوى المنتخبات الافريقية وحامل كأس الامم الافريقية عام 2019 وايضا فاز بكأس العربي في العام الماضي واعتقد ان الحكم النرويجي كان واقفا معنا في هذه المباراة بحكم غيرة بلادنا مع بعضنا البعض وفي النهاية لو انت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على الفيديو ليصلك كل جديد